وامتابعين بسباحنا لليوم قد يمضي الشباب سنوات بالبحث عن فرصة العمر في العمل ضمن مجالات بحبه وبيبداع فيه ماذا لو قدم هذا العمل أو قدم هذا العمل عن طريق الصدفة من خلال فيديو تم تصويره عن طريق الموبايل خلونا نتعرف سواء على الموهبة الشاب السورية يلي رح يكون ضيفنا اليوم الشاب زين والنوس من مدينة ترطوس بتدروس هدسة عمارة أهلا وسهلا فيك تنيني ساعة صباحك حدل على السلامة ساعة صباحك برحلتنا الصباحية دائما ضمن صباحنا غير فيه موهب شابة مبدعة ومصلة الضوء عليها متفاجأ فعلا بالقدرات الشابة اللي لدينا فساعدين بوجودك بالبداية دعونا نحكي عن تجربتك وكيف بلشت القصة وهي صدفة كيف فعلا صارت هيك ضمن مجال عملك هلا هي صدفة صح بس أنا طول عمري يعني من أنا وصغير في عندي اهتمام بأمور التصوير والدعايات وهي الشغلات يعني من لما كنت صغير مثلا أحضر موفي أو أحضر غنية مع مركز غير عاية طريقة التصوير أو شو الآلية أو شو الألوانها الأساس فالموضوع ببالي من أنا وصغير بس من وراء الحجر الصعي السنة الماضي أنه كل طلع مواهب وصراحة وعننا وقت على طول فكان من مواد أو يعني بدائية موجودة بالبيت ومع التليفون قدرت أنه صور بروداك عصير ونشرته ما كنت متوقع أنه العالم كان تحبه أو شي فانتشار ومن وقتها تشجعت أني عمله بيج وصير عليه شغله أساس نعم خلينا نحكي عما نشوف على الشاشة أفكار جديدة لموديلز هنين مشاركين معك من أعمار مختلفة يعملوا يمكن تمارين رياضية في رشاقة بالموضوع ولكن ستايل الجديد يمكن بعيدا عن أنه هيك ولا هيك التصويرات البدائية خلينا نحكي عن الستايل واختيار العارضات وخلينا نحكي أيضا عن الأفكار مين بحطة؟ الآن للصراحة أنا عم حطة يعني أنا عم يجيني الشغل والعالم عم تحب تتعرف علي أكتر من ورا أنه الأفكار اللي أنا عم بترحلون إياها يعني غير طريقة التصوير هني عم ينجزبوا للفكرة قبل أيام مثل مثل الفيديو اللي نعرض هلأ أنت راح تفاجئ أنه هات فيديو لبيوتي صالون يعني يعني لشي للشعر وللميك أب وما هيك كان في مثل مانوم موديلز هدو راقصات حتى بيعملوا نقص تعبيري ومدربة والمدربة والطلاميس تابعونا هني اللي حطوا الميك أب والشعر والأصاص وكل واحدة ساوت الرأصة بتعبر عن الموديل الشعر حتى أو الميك أب اللي حاطته هذا كان من فكرتي فالعالم تحب الأشياء الغريبة صغيرة أكتر وهذا اللي بدي أسألك عنه قدش يمكن الفكرة بيكون بسيطة بس طريقة طرحة واللعب على التفاصيل لأنه عم نتابع معك ومع المشاهدين بعض الأعمال اللي حضرتك تلعب يمكن على الوتر الحساس لما نشوف حتى طريقة عرض الصبية أو السيدة سابقاً كنا نشوف استعراض لجمالها لا اليوم وضع مختلف ممكن أنا أعرض من خلال الفكرة مثل ما قلت صالون على المكابل الشعر بسكوت السيدة بطريقة طرحة بصورة جميلة هاي الأفكار قدش مهمة اليوم من طرحة قدش فيه إلى ردود فعل فعلاً على الصعيد يمكن المحيط لإلك كان فيه ردود جميلة تماماً هو الشي اللي بميز هالأيام شو ما كان الشغل هو الفكرة اللي عم تنطرح إذا موجودة كتير قبل أو لا أوكي فيه صالونات كتير أوكي فيه محل إكسسوارات كتير مثلاً هلأ كمان نعرض بس الطريقة طرحة للفكرة يعني أنت لازم تطرحيها بفكرة مميزة ما تعتمدي على جمال الشخص اللي عم بتصوريه أنا ما عم بتطلع على الشكل بتطلع على الطريقة ممكن يساعدني بتقديم الفكرة أكثر تماماً وبسوريا عفوا بسوريا كتير عنا مناطق جميلة وخاصة بطرطوس مو بس عنا البحر عنا الأرياف أرياف طرطوس كمان رائعة الجمالة خلينا نحكي كمان عن اختيار المناطق يلي كمان إلى حكاية وإلى يعني كمان إلى غاية من بالعرض ثلاثة شغلات بيساعدوني لطلع على شغل حلو هو أنه أنا والشخص اللي عم مساعدني بتصوير الموديل كانت أو الشخص والمكان وعزم يكونوا مرتبطين كل يعتموا مع بعض ليطلع على شغل كتير تماماً فالمناطق الحمدلله بسوريا كتير حلوة كتير مساعدي إن شو ما كانت الفكرة إجباري حتلاقي منطقة بتساعدك لتوصل الفكرة للمشاهد أكتر ولما بلشت الشغل هي ملاحظة إنما بلشت الشغل كان في حجر والكورنيش اللي هو أحلى منطقة تقريباً بطرطوس كان ما فينا نوصل له حتى فأنا الفيديوهات اللي بلشت فيها صرت تدور على مناطق بطرطوس ما أنا كتير معروفة بس كتير ساعدتني ورجي لعالم حتى إن كان برا أنه في مناطق حلو بطرطوس في مناطق جميلة تضاهي أوروبا وهونا عم نتبين من خلال طرح الصورة وتصوير العدسة ردود الأفعال كيف كانت على هي الأعمال لما نشوف طريقة طرح مختلفة أفكار غريبة لكن جميلة وبنفس الوقت عم نحكي عن مواهب شابة نبلش بعد بداية الطريق فدائماً بتلاقي مثلاً في حدا قديم بيكون مستغرب عن طريقة شغلك كيف كانت ردود الأفعال بالمحيط في الموت؟ للصراحة أنا لما بلشت كنت خايف إنه شو عم ساوي يعني أوكي في شي ببالي بس عم ببعث عم ورجي للعالم عم ورجي عقلي للعالم وعند طريقة غريبة يعني فأول شي كنت خايف صراحة أو ما كتير متأكد من عم أقدمه بس يعني تقريباً الحمد لله معظم المعارف والأشخاص اللي بعرفهم أول ما بعرفهم شجعوني أكتر إني كفي بهذا الموضوع لأنه عم ينبسطوا يعني وغير هيك إنه ما يعني شي جديد على الشغلات اللي عم بيشوفوها فعم يتحمسوا لسه يشوفوا أكتر والشي عم بيساعدني إنه ضل يعني فيه الشي حلوية لأدام أكيد إحنا فخورين بأي موهبة شابة هي عم يمكن تنضج بظروف مرأة علينا ظروف حرب، ظروف كورونا، ظروف اقتصادية صعبة برافو عليك يا زين ولكن خلينا نحكي اليوم السوشال ميديا أكيد هو عالم كتير كبير فيك توصل للعالمية من خلاله اليوم في أسرار للتصوير في أسرار للإمكان الإخراج في أسرار لأعطاء الفكرة عم نشوف فيه ألوان مختلفة للكاميرا عم تعتمد على ألوان محددة وتكنيك محدد خلينا نحكي شوية تعني أسرار للتصوير هلا هي أكيد أي حدا عنده سر بيميزه عن غيره هلا أنا أوكي ما هو هو معنو سر تكنيكين لواحد في وفوط يوتيوب سر نجاح خلينا نقل له معنو سر خبه هو الشيال وهي صراحة أنه قدرت وصل اللي بالبالي مثل ما أنا بدي تماما بدون تأثير أي حدا عليا يعني أنا لو تأثرت بكلمة أو اثنين أنا ما كنت راح أتميز أو حدا راح يعاكل عم بشتغله ولما حدا يقل لي كيف طريقة اللي صورت أو كذا أكيد عم أقول يعني بنهايه بالتليفون الكلمة أو هلا أكيد تليفون فيه يعمل مثلي وأحسن بس طالما أنت واسئة بالفكرة العم تقدميه معي ما حد خافي أنك تعطي سرك أو نجاحك أو شي لحدا لأنه حد ضل يمميزي أدمك يمكن كل مصور إليه بصمته الخاصة يعني بقول لك في عدستي أنا بعيني بشوفي يمكن أنا الزاوية شوف لون العيون الصبية أنت بتكون شايف شعره نظرته تختلف كل مصور ولمسته الخاصة لما باللشة تشغل كان في تخوف من الطرف الآخر بالعمل معك يعني اللي عم تصوره؟ اللي عم تصوره مثلا أو مثلا مثل ما قلنا المنتجات لشركات أو اللي صالونهات لما شافوا الفكرة وطرحتهم عليها قبل ما تطبقها على الواقع كان في تخوف شوي تردك؟ مجازفة أو مغامرة في نفسك؟ هي أكيد مغامرة لا سببين سبب الأول فكرة غريبة سبب تاني أنا لسما فايت كتير بالحياة العملية أنا ساتني أنا أوكي حتخرج بس أنا طالب وبعد مثلا دوام أنا عندي مثلا أعدي مع شخص عنده برودك بده أنا صور له له وهو بزنس لقل له أنا ما فيني أخرب له ياه من وراء الدعاية طحي فبطرح عليه الفكرة بيستغرب بس بقل له أنه نجرب أنا ياما بجرب ومنخلص الشغل كله بس يقتنع أوكي من نوافق عليه لأنه يعني مهم كمان الشخص التاني يكون رضي عنه الحمد لله كلام أهل أما نشوف شي للمخرج السادير مسعود كمان شي حلو كتير شو كعر رأيك كمخرج؟ هلأ هو للصراحة قبل مع هو حاكيني أو شي أنا أنه كنت كتير فخور بطريقة حتى إخراجه إلى الدعايات السورية اللي عنا لأنه غير لا غير رجع إلى الدعايات الأديمة تذكرتها بزمان كتير حلوة بطريقة فينتج اللي أنا كمان بحبها هي الطريقة الفنتج وحارة بعالم كتير يمكن معنا متعودي على هذا النمط أنه فينتج بس حديث كمان وكفة فيي وهلأ الكل يعني عم يحكي بيشغله فأنه شخص مثل السادير مسعود عم بيقلي أنه شغلك حلو لازم نساوي شي سواء أنا وأنت ونشتغله فكتير كان شي دفعني لسه أكتر أني أشتغل بعد الفيديو ساوينا أنا والسادير فهذا كان بوش أب لقلي صراحة أنه أشتغل معه شو تبحاتك بالمستقبل إذا بنا نحكي مشاريع قادمة تطمح فيها بما أنك بداية الطريق لما نشوف في أصداء جميلة على أعمالك وفي ناس ممكن تكون مشهورة عم تتواصل معك بداية طريق فيه خطة أو فيه تموح حلم تعمل لخنان عالمي معين أو لمنتج عالمي حابة فعلا تقدم فكرة تجاه هلأ في كتير عندي خطط غير أني أبقى مهندس عمارة هون لازم إجباري ضل ورا الحلم اللي أنا مبلشت فيه يعني ولو بالصدفة بس بلشت فيه وبحبه فهو التصوير هو المرتبة الأولى عندي ياه أكيد وكمان لما يتضل على هذا الشي في عندي كتير أفكار لسه ما طرحتها وفي قصص أنا بنزلها على البيتش تبعيتي ما ضروري حدا يكون دعاي ولا شيء أنا شيء عن شخصيتي أنا في فيديو مثلا بيعبر عن تلاستروفوبك أو شيء أنا نزلته لا دعاي ولا شيء فهدول قصص أنا ما حتموت عندي حضل وشغل حيضل إن شاء الله يا ربو زين خلينا نرجع لقصة السوشال ميديا يلي كمان هي اليوم كتير إلى أثر وبتدخل على كل بيت أكتر يمكن من أي وسيلة تانية وأكتر من التلفزيون صارت للأسف خلينا نحكي اليوم أنت شارك على السوشال ميديا قديش يمكن نحقق لك نوعا ما أو القليل من مجهودك قدي فتح لك بواب إنه يكون عندك يمكن فرص عمل لناس مو بس بترتوز خارج سوريا أيضا أنا للصراحة يعني السوشال ميديا كتير عطاني عطاني إيدو يعني كرمال إنه أنا أشتغل مثلا آخر فيديو شتغلته هو إلى شركة بره بالأردن يعني أنا ما بحياتي بعرف شيء بالأردن فهني نحكوهم معنا كرمال نشتغل لهم برودك نورة السوشال ميديا يعني فأنه لازم كل يفهم إنه السوشال ميديا بواب كتير كبير يوصل فكرة أو شغل حتى وفي عالم عايشي على قصة السوشال ميديا وشغلها كله مع شيء هاي نقطة كتير مهمة اليوم يعني نحنا يمكن ظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم نعيشها انتشار فيروس كورونا حب العالم في كتير من العالم خسرت شغلة عم شوف كتير من المواهب الشابة السورية المبدعة عم تستثمر السوشال ميديا بطريقة صحيحة وإيجابية ويكون فيها شغل ومردود مادي لكل الشباب اللي عم يتابعونا شو مصائح يتوجهون فعلا أنا أقدر أخلق مشروعي الخاص لأنه نحنا بنعرف قديش المشاريع بدي دعم معنوي ومادي لأ فيك بإمكانياتك المطورة تنطلق من مشروعك الخاص مو فقط في سوريا نحنا نحن نحكي على مستوى الوطن العربي والعالم هلا الواحد شو ما كان مشروعه شو ما كان فكرته طالما مآمن فيه ما عنده حجي يعني أنا ما كان عندي حجي أنا بالبيت وبلشت من الصفر تماما يعني على تليفوني والحمد لله رضيان عن شيء الواصل وليس في قصص لقدام فالعالم إجباري لازم نضل وراء الشيء اللي بدأ ياه وتعتمد على السوشال ميديا أنه وين ما طلعت فيه شيء ساعدني يعني وكثير منهم السوشال ميديا أنه نعتمد على ليوصل بفكرة البدوية نعم زين ونوس شاب من بلدنا عنده إيمان عنده موهبة عنده إرادة بموهبة صغيرة قدر يوصل إلى العالمية نحنا بنا نتمنى لك التوفيق وأكيد نحنا فخورين بالمواهب يلي متلك يا زين موفى وأهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامة من الجديد